أعظم العلماء المسلمين في التاريخ الخوارزمي عالم رياضيات ويعتبر مؤسس علم الجبر ووضع الأسس الأولية للحوسبة والخوارزميات ابن سينة عالم في الطب والفلسفة يعتبر كتابه القانون في الطب مرجعا طبيا أساسيا لقرون عديدة الحسن بن الهيثم عالم في البصريات والفلك يعتبر مؤسس علم البصريات الحديث الزهراوي جراح وطبيب يعتبر مؤسس علم الجراحة الحديثة وله كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف البيروني عالم في الفلك والجغرافيا والرياضيات قدم إسهامات مهمة في قياس الأرض ومساحتها أبو بكر الرازي طبيب وكيميائي قدم إسهامات كبيرة في الطب والكيمياء وله العديد من الكتب الطبية مثل الحاوي جابر بن حيان عالم في الكيمياء يعتبر أبو الكيمياء ووضع أسس الكيمياء الحديثة ابن النفيس طبيب وعالم في التشريح اكتشفت دورة الدموية الصغرى ووضع أسس علم التشريح الحديث الكندي فيلسوف وعالم رياضيات وفلك يعتبر أول فيلسوف عربي الفربي فيلسوف وعالم في الموسيقى والعلوم الاجتماعية يعرف بلقب المعلم الثاني بعد أرسطو وهو المؤسس الأول للفلسفة الإسلامية وفي النهاية قلنا من أي بلد تتابعنا